في الذكرى الخامسة لتدخل التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات في اليمن جددت منظمة العفو الدولية التأكيد على بقاء ظاهرة الاحتجاز غير القانوني والإخفاء القسري والتعذيب للمحتجزين وقالت المنظمة أن المواقع السوداء التي تتم فيها الانتهاكات ما زالت مستمرة في ابتلاع المحتجزين الذين بينهم صحفيون وأكاديميون بسبب نشاطهم في مجال حقوق الإنسان أو انتمائهم السياسي ومعتقداتهم واعتبرت مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية لين معلوف أن الانتهاكات ضد المحتجزين من قبل ميليشيا الحوثي والتحالف السعودي الإماراتي والقوات التابعة لها ترقى في بعض الحالات إلى جرائم حرب ودعت المنظمة للإفراج الفوري وغير المشروع عن جميع سجناء الرأي في اليمن والكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة في حالات الاختفاء القسري والتعذيب العديدة المرتبطة بالاحتجاز غير القانوني ولفت التقرير إلى أن ميليشيا الحوثي وقواتهم المتحالفة استخدمت محكمة مكافحة الإرهاب كوسيلة لتسوية الحسابات السياسية وكثيراً ما كانوا يسدرون أحكام الإعدام على أسستها من وهية بالتجسس ومساعدة دولة معادية إثر محاكمات بالغة الجور وتطرق التقرير إلى قيام القوات الإماراتية وحلفائها في جنوب اليمن بإدارة شبكة من مواقع الاحتجاز السرية حيث يقومون بالإخفاء القسري وتعذيب عشرات الأشخاص ما يرقى إلى مرتبة جرائم حرب وعبر التقرير عن رفض المنظمة لكافة أحكام الإعدام الصادرة من ميليشيا الحوثي ضد المعارضين السياسيين والذين خضعوا لمحاكمات شائرة بتهم واهية أو ملفقة من قبل محكمة أمن الدولة الخاضعة للحوثيين لم يستثن التقرير الحقوقي أي من أطراف الصراع في اليمن من ارتكاب انتهاكات متكررة وجسيمة للقانون الدولي وقال إن قوات الحوثيين مستمرة في قصف الأحياء السكنية بلا تمييز واتهمت تقرير التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات بقصف البنية الأساسية المدنية وتنفيذ هجمات بدون تمييز وهو ما أدى إلى مقتل وإصابة مئات المدنيين وصل عدد ضحايا الحرب بحسب المنظمة إلى أكثر من 233 ألف شخص بين جريح وقتيل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر